بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه عرض ومرض النهاردة نتكلم عن عرض ممكن يكون مره بأغلب الناس وهو الإمساك الإمساك العلماء قالوا لازم نوجد له تعريف ما نسيبوش كده يعني لازم كل حاجة ليها تعريف قالوا هو قلة في التبرز عن ثلاث مرات في الأسبوع يعني لو واحد بتبرز يوم بعد يوم ما يتسماش إمساك لكن لو زادت عن الفترة عن بدأت برز مرتين اتنين يسمى إمساك بعضهم قالوا هو تحجر وتصلب وتكتل في محتوى البراز يؤدي أحيانا إلى شروخ في الشرق بعضهم قالوا هو إجهاد للإنسان لعملية الإخراج يعني بيبزي المجهود ويحزق ويشد عضلاته عشان يحصل إخراج بعضهم قال لا نبسطها هي عدم القدرة على تفريغ المستقيم كل دي تعريفات العلماء قالوا عشان نعرف يعني إيه موضوع الإمساك بعضهم قال هو الحاجة إلى مساعدة أثناء التبرز منها اللي بيضغط على بطنه يعني واحد أثناء الطبق يحب يضغط على أسفل بطنه وهو قاعد دي نوع من أنواع الإمساك أو استخدام الأصبع لمساعدة البراز في الخروج أو استخدام الشفطاف واحد يشغل الشطاف الماء أو استخدام حقنة شراجية أو استخدام الخرطوم كل دي أو استخدام لبوسة دي مساعدة إن الواحد يروحات لبوسة جليسرين ويقول لك أنا عشان أعرف أفضل مستقيم كويس كل دي تعرفات للإمساك طب ده عرض إيه الأمراض اللي ممكن تسبب هذا العرض أول الأمراض وهو مش مرض ده أنا بقول عليه ده مشكلة صحية كبيرة ضعف عضلات البر كتير من الناس يقولك أنا وكانش عندي مشكلة طول ما أنا شباب أنا دلوقتي في الأربعينات بقى لي كرش أبقيتها تعب في التبرز أدخل الحمام في صعوبة هنا نبص على العضلات نلاقي العضلات البطن ضعفة وهي دي العضلات بيسموها عضلات الدفعة اللي هي بتدفع البراز لأسف أول واحد يقولك أنا بدأ حصل عندي مشكلة نفسية إن فقدت عزيز إن انفصلت عن زوجتي إن حصل عنده مشكلة في حياته بدأ بعدها يحصل عندي الإمساك نقول هنا ده القولون إن أعصاب اللي بتغدزيه العصب العاشر أو العصب الحائر بدأ يحصل عنده القولون العصبي بدأ يريح ما بقاش يشتغل النتيجة إيه الجوانب النفسية التوتر والقلق والزعل ومحكمته الأسرة والخناءات أو فقد العزيز حسب الوحدة أولاده سفره كل دي حاجات بنقول نفسية تؤدي إلى الإمساك يعني الوحدة الناس اللي قاعدة لوحدها الأب والأم اللي مقفول عليهم محدش بيسلم عليهم لمدة أسبوع وأكتر دول يجيلهم إمساك إنه بيعود يفكر هنا الأعصاب بتشتغل فعصب المؤدي اللي بيغزي القولون ويؤدي لدفع البراز ما يشتغلش فده يؤدي لهذا طب إيه الأسباب الأخرى قالوا بعض الأدوية في بعض الأدوية اللي الناس بتاخدها زي أدوية الباركنسونز اللي هو الشلل الرعاش دي بتؤدي إلى وبعض الأدوية بتاعت الغدة الدرقية ما بيحصل خمول خمول من الزيادة يعني في الغدة الدرقية يحصل إمساك طب في الغدة الدرقية جنبها غدة تانية اسمها الجار درقية اللي هي جنبها الجار درقية دي لو نشطت تعمل إمساك شوف الاتنين عكس بعض يعني الدرقية ما تخمل يعمل إمساك والجار درقية لما تشتغل تعمل إمساك بنقول ولعزو بالله ممكن يكون السبب موضع يعني إيه واحد حصل عنده يعني سافر في رحلة بدأ يأكل أكل جاف ودي بنشوفها كتير في أولادنا اللي بيخشوا الجيش يعني في أول كده كام يوم بيأكل أكل مجفف ومش عايز يأكل أكل الميز وأكل الجيش وهو واخد بقى على البيت بقى أكل ماما وكده فيروح بقى الجيش يددوله أكل فيروح يأكل بسكوت من الكانتين وياكل كذا الأكل الجاف يعمل له تشققات في الشرج فالشقوق دي تخلى عنده يحصل إحباط في الإخراج يخرج علشان لو أخرج هيحصل معاها مشكلة إنه هي الشروخ أو الجروح دي هيتقلب فيبدأ يحصل عنده إمساك مزمن إن يخش في دايرة بقى شروخ شرجية تؤدي الإمساك والإمساك ينزل البراز بصورة جفة تقطع فتحة الشرج فيحصل عنده إحباط للإخراج ويخش في الدايرة اللي لازم تتحل بجوانبها اللي نقول نعمل فيها إيه ممكن يكون أيضا نتيجة ولا عزو بالله سرطنات بتنشأ في المستقيم أو سرطنات في القولون أو سرطنات في البطن بتضغط على المستقيم ممكن يكون ديء في المستقيم نتيجة بعض الأمراض يحصل فيه حاجة متقلص في المستقيم فيدياء فييجي الواحد يخرج ما يقدرش تضخم البرستاتة بيضغط على المستقيم بعض كبار السن يقول والله أنا كنت كويس وزي الفل بس ما البرستاتة حصل فيها تضخم والتهاب بقى يجيلي إمساك بأنعالج السبب الأساسي وهو تضخم المستقيم مشكلة الأعصاب المحيطة بالمستقيم مهمة جدا علشان تساعد الحركة الدودية في الإخراج القولون ده ربنا جعل فيه عضلات تسمى العضلات الملساء العضلة الملساء دي شغالة كده طول الوقت عملا تعمل الحركة دي جاي ما يقولك بتعمل زي بتحلب القولون عشان يفرغ محتوى من البراز العضلة دي بدل ما هي بتشتغل ذاتي مش ذاتيا إلهيا مش حاجة ذاتيا وكله بأمر ربنا وهي بتعمل كده بدل ما تشتغل لا تشتغل بطيء قوي فالبراز يبدل يتكاون ويتراكم وما ينزلش بالطريقة السهلة لأن الأعصاب أثرت طيب وجدوا إن في علاقة ما بين الإمساك ومرضى السكر الغير منضبط اللي سكرهم بيرتفع جد ومرض التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد فبعض الناس هم يحصلوا كده فجأة إمساك أقولوا ابحث لازم تعرف السبب هناخد بعض ألياف هنأكل ألياف معلقة زيت زتون ندهن الشرق بزيت زتون نعالج الشرق بكريم الصبار البري علشان نقطع الدايرة الخبيثة من تشققات وإمساك ممكن إصابة الحبل الشوكي تؤدي لهذا أيضا ودي بنشوفها كتير عند إخوتنا وحبايبنا اللي عندهم شلل نصفي سوفلي اللي يقول لك نتيجة حدسة الموتسكل والعربية والقلبة بية حصل لشلل نقول بيحصل معاهم أحيانا إمساك شديد جدا نتيجة الأعصاب إنها مش شغالة فبنقول لابد بمعرفة السبب إن قد يكون السبب بسيط جدا غزائي زي اللي قلنا ضربنا مثال لي العسكري أو اللي سافروا بعد عن البيت فبدأ يأكل حاجات جافة اللي ما بيأكلش ألياف كفاية يعني طبق الصلطة وزيت الزتون والشربة ممكن يحصل له إمساك وده يبقى حاجة بسيطة لكن اللي فجأة ظهرت عنده وهو بيأكل شربة وبيشرب سوائل وعصاير ويحصل عنده كده لابد من اللجء إلى استشارة الطبيب لأن قد يكون العرض البسيط هو مؤشر لمرة كبيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم منه وفي ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء مع عرض ومرض